يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أزق الهدى من للهداية يسألون اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدلون يقول المؤلف رحمه الله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيث ولا صفة لمخلوق فينفذ لم يقب ذلك رحمه الله وان القرآن قال politique قال الله قال اللهم قال أن القرآن كلام الله وكما ל прочاه قال الله ليس بمخلوق فيبيث لم يتاب Arduino ولا صفة لمخلوق فينفذ يكونی اقل Bor Commission هذه المشألة مسألة الكلام أو مسألة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا من أكبر المسائل التي حصل فيها معارك بين أهل السنة والجهمية كان أهل السنة والجماعة في القرون الأولى الأولى الثلاثة خير القرون كانوا كلهم يقولون القرآن كلام الله ما يقولون القرآن مخلوق حتى جاء القرن نهاية القرن الثالث فجاء من يقول بأن القرآن مخلوق نعم شوستيشة پروا ترسطولياتشة عجي ناكو بسل نيك صلى الله عليه وسلم سفت ريجنراتي اسو قوهر لي اسماتر اللي قوهر لي دا يا الله دا يا القرآن الله وسمحانه تلا قوهر يا قرآن في ذلك قرآن كانوا قول من يومية القرآن قول به قرآن المخلوق من أول من قال به القرآن مخلوق من أتباع الجحمة بن صفوان و الحد من الدرهان وهذه المقالة أخذوها من اليهود حسنا أولا يقولون بأن القرآن مخلوق وبالتالي فإنه يفيد أي ينقضي وينتهي 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 والإنه يدوم، والقرآن الموجود ليس هو الحقيق الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخلوق مع في مثل كون ، وأن يقولون أنه هو صفة المخلوق لماذا هؤلاء الجهمية يتبنون هذه المقالة ويقول من القرآن مخلوق؟ ما السبب؟ لماذا تتبنون هذه المقالة ويقول من القرآن مخلوق؟ ما السبب؟ الإمام أحمد بن حانبر رحمه الله في عصره ظهرت هذه البدعة والقول بخارب القرآن وكان الإمام أحمد بن حانبر رحمه الله في عصره ظهرت هذه المقالة وكان الإمام أحمد بن حانبر رحمه الله تعالى ينكر على هذه المبتدعة وستطاع هذا الأتباع الجهمية بن صفوان أن يقتربوا من الخليفة المأمون في ذلك الوقت ويقنعوه بالقول في خلق القرآن أصبح المأمون الخليفة يتبنى رأي الجهمية في هذا المسلح ويقول القرآن مخلوق وأصبح يمتحل العلماء في ذلك الوقت كبار والعلماء كبار كانوا موجودين بعضهم استجابا تحت الإكراه و بعضهم رفضوا مما رفضوا إمام أحمد و conveyed الخليفة المأمون الذي فهمه أن قرآن مجتمع بث وقتًا وقحبًا أن يفهم أن تصب الأمر في ذلك ومن يتعدي بالحال شمال الماء كانت تصمي من خلق الأسراء وإبقام الأسراء في ذلك الوقت وضع أشرق الأسراء والاقراء شمال والإنمام الأسراء المخلوق وكان يقول المأمون الذي لا يستطيع لقول هذا فإنهم يقتل أو يسجن بعض العلماء خافوا منهم مثلا علي بن المديني ويحيو بن المعين هذه الكبار من العلماء بعضهم لجاء إلى التورية بعضهم لجاء إلى القرآن بخلق القرآن يعني تحت الإكراه ما يعني في السياة مأمون برد Jugend هم أجل قرآن بخلوق إذنهم سهلا بخلق قرآن بخلق ، ألا كوانا بخلق قرآن فإنهم مدين ، وحيحيو بن المعين ِ شكرا بخلقهم ، فإنهم مدين منهم فإنهم يرقان وزترحه ضرق ، فإنهم يحصل على صوت حتى تسلخ جسمه وانتفخ من أجل وحتى سال الدم من جسمه ويقول له كل القرام يقول الأخلوق فيأبى والناس كلهم حاول السجن آلاف من الطلاب يقولونه يقول إمام ارحم على نفسك يقول له القرام فيقول لا ولا يمكن حتى أن يقول هذا الكلمة قال إمام محمد نارون بشكل خليفة المأمون قال خليفة المأمون غا يزاتوري وزاتر يبتعو أن دستدين بيتعبا بزناء بيمتي قال يراني قرارئ وصبعه إذتراني وقت مد عليك وصول السميرين والشاكل يستمر بالتأكيد وشر customer Nezäh يقولون محمد بني يبرنا وقولها أنه وعشل الله المأمون كان في بخداد لماذا محمد ليسا في بخداد ربما في البصرة أو في المدينة نسيه فقال مأمون جيبوا أحمد بن حنبل عندي إذا ما سجاب سأقتله فلما جاء الإمام أحمد إلى أتو به مكبلا بالقيود وهو في الطريق قال اللهم لا تجمعني بالمأمون فلما وصل قرب من بغداد جاء الخبر بأن المأمون قد مات إذا قلقوا في الأنفن وطرقوا في المدينة هل تجمعون بأن المأمون قد مات كما أن أحمد أن أحمد كان في أطوانك في المدينة لا يوجد أن أحمد تجمعه إلى أطوانك في الأنفن لقد ما أكثر من قد مات فإنشأت ذلك، أخذ الخلافة المعتصم، وهو مثل المأمون، أخوه، وامتحل الناس بنفس هذه المسألة، وأعاد الإمام أحمد إلى السجل، لكنه لم يقتل. وقال الإمام أحمد تعال هنا نجعل لنك مناظرات سجاء بينك وبين خصومك وكان منهم ابن أبي دؤاد خصم من الإمام أحمد من المعتزلة فكان يأتي في المجلس المعتصم وكان في مناظرات فكان يأتي هذا ابن أبي دؤاد ويقول القرآن مخلوق فيقول الإمام أحمد القرآن منزل من عند الله وكلام الله وليس بمخلوق أعطني الدليل نعم إذا شكرا شكرا الله مجد تنسى زورية من المعتزلة المعتزلة تراجل سفرشة راسبالة دايتر سفروا دي راسبالة وكتوغا دالي قرآن صفرين إلا الله سبحانه وتعالى قوهر فأسو دوغل يدون قبل كان معتزلة ابن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد معتزلة قو يتربو دي راسبالة سأحمد ابن حنبالة ابن أبي دؤاد قالت قرآن شكرا الله سأحمد وكتوغا دوغل اللهم ثم قالت ابن أبي دؤاد أعطني أنت يا أحمد بن حنبال الدليل من القرآن والسنة على أن القرآن مرضى ليس بدل فأعطى عشرات الأدلة كالقضائف فقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقال الله عزيز الحكيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وكثير من القرآن حتى قد أعطني دليل من القرآن على أن القرآن مخلوق أنا أعطيتك أذلة فجارس يبحث فقال وجدت آية في القرآن فقال الله عزيز الحكيم فقال الله عزيز الحكيم قال في سورة الزخرف حاميم إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون sufficientlyั้ما ما نحن 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 نجمعا لعلكم تعقلون فكذا حاتناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون كم نحن نحن نجمعا tools فقال الله عزيز الحكيم لا اعطاة حق المبين recognجلين فقال الله عزيز الحكيم فهو فسر جعلناه اي خلقناه فقال جعلناهنا ليس معناه أنزلناه ولكن معناه أي سيرناه وليس خلقناه هذا غير معناه سيرناه قال الإمام أحمد جعل هنا تأتي بمعنى آخر غير معنى خلقه هذا ترجمت له مثل قوله جل وعلا في سورة الفين سيرناه أفل كيف تشال لهم كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألما يجعل كيدا في تضليل ورسلين طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين لا تسرح الصورة كلها بس الشاعر هنا فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم زي هذه كجعلناهم قال فجعلهم هنا أي صيرهم وعاقبهم وأصبحوا كالعصف المأكول ما هو عصف المأكول؟ كالنبت المتفتت من الشجر لما تشوف الشجر في نبت ضاع ميت مطحول هذا النبت فجعلهم يعني أن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل فجعلهم هنا ليس خلقهم كما يقولون بالدؤال فأهلكهم يعني فليس كل يشيعهم معنا خلق نعم و suppوا قلت أحضر إلى الشيخ انه يشعرtawa فبيоту يشتعhabون على حق المأكول مكول شيء نعم رابط،ي نعني ما نعم... نعم ليه مهود جمعنا نعم، مهود دا النامن وقتله. الله سمحة طالل قال ، اجلت اجل اجل تهيه اجل. اجلت قد قبول جمعناه ذلك, لا جمعناه اجل الناموت. عنده أجل يجعل نعمن اجل لبراء اجل. which يعني انه ليهيئا. للجعل لأجل اجل، لا يجل وقته اجل. أجل مهودًا ، إجل جمعناه. والله سمحة طالل أجل اجل تهيه اجل. فل معنى أن جعال تأتي بمعنى خلق أو تأتي بمعنى غير خلق فل معنى أن جعال تأتي بمعنى خلق أو غير خلق أقصر الله الأخير تأتي بمعنى خلق أو غير 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 خلق أو ما في صفحة . بعد ذلك قال . . قال نحن نقل أي urgent المحلوك اللعبة ولا يجهد للإنسان أن يستعاد عبادة أن يستعاد بمخلوق – لو كان مخلوقا كما يكون القدر أبي دواها أكيف سنتعاد بمخلوق كلمات الله كلمات الله – لا يست مخلوق أسلو استعاده كدو طرقها أجمع تسلوهك للعومة لا تسلوه الذهاب نحن 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 لتسلوه عندما يجب أن تسلوه الله حسناً أمام أحمد ألف رسالة كتاب مطبوع الآن موجود اسمه الرد على الزنادق والجهمية في القول مسألة القرآن هو جميل وموهر ومشروح وفيه كل المناظرات وفيه الأجوبة والأدلة والقمعية لهاولا وبه تهذا الرجل الكاثر وجلس في مكانه يعني يزبط والاياسات يعني يجيب Imam Ahmed bin Adhavavavah يقول له وعطا وعطا صدقه أصبحت مديني بيدوه قلت ليست مواجهة ومستطيع لقد يتلقى مجرد ناتوا دالية الله سبحانه وتعالى قبر ستواهن الفتنة هذه استمرت سنين طويلة حتى جاء المتوكل وهو من الخلفاء للدولة العباسية فرافع الله عز وجل به الغمة وأخرج لإمام محمد بن السجن وفتح له في الدروس وكان فيه خير وهو الذي قضى على الفتن وقضى على الزنادق وقتلهم قتلهم اوه عندما خلقنا يشلهم أخرج من الخلفاء ومن خلقنا الجميع و لست حقال إمام أحمد بن حنبل أن نسمى إمام أهل السنة الجماعة في ذلك الحمارة فجمع أنه ماذا كان هذا من المأتمة للإمام أحمد بن حنبل أن يسمى إمام أهل السنة الجماعة في ذلك المال لقد كانت تصوى أماما في ذلك أولا ما ذكر في ذلك أولا ما ذكرت في ذلك الأولى وهو أمام أهل سنة كانت أمام أحمد بن حمد ألي بن المديني يقول لأسر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة و بل الإمام أحمد يوم المحنة ألي بن المديني جعل الله قال أساسيه وخصونا الإسلام سأبو بكرом وقه أصبحت ردة إذا كنت أمام أحمد ابن الحمد لله قرآن سوري بعد هذا الحمد لله انتهت هذه ولكن لا يزال هناك بعض الناس من يعتقدون ما ذكرت أنهم قتلهم وهذا متوكل إمام أحمد ابن الحمد لله قرآن سوري يقولون أنهم قرروا في القرآن سوري سوري أنهم قرروا في القرآن سوري سوري طيب نكمل أن ننهي موضوع الكلام إن شاء الله أنه في فرح الباقية إن شاء الله بعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله عن القضاء والقدر ماكو نوغا إمام قوله قدر ويقدر فقال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا في الحديث المشهور يسمى حديث جبريل في البخارية ومسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم عن إيمان ضحي east fig줄 و Leave جبريل صلى الله عليه وسلم من قبل أن تجمع إن وزي ل weakال خيره وشهره ودعج أن نهت في البخارية وال verdictه ويقدر خيره وشهره نعم نعم وقول نبسانس خيره وشره أي أن الخير الذي تحبه تؤمن به وإذا وقع عليك الشر فإنك تؤمن به وترضى وتعلم بأنه قدر نعم 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 من إيمان العبد أن يؤمن بأن كل ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا مرض سقر فقر إلى آخره هذه كلها بقضاء وقدر من الله عز وجل فإذا آمن الإنسان صدق وصبر ينال الأجر العظيم عند الله جل وعلا وإن جزع فهذا دليل على ضعف الإيمان نعم 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 لبلة و 팬� كانت ترجمة مكسعمة النحد المترجم قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا أي كَتَبَهُ اللَّوحِ الْمَحْفُوذُ قال الله سبحانه وتعالى رأيسي نأتي نسبت رفيتو سيمون لأن الله قال فربيسا فربيسا نأتيه اللوح المحفوذ ويقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ودرغم هذه قال الله سبحانه وتعالى ومقادير الأمور بيد الله جل وعلا فهو الذي يقدر الخير ويقدر الشر ويقدر الرزق ويقدر الفقر ويقدر المرض وإلى آخره سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى ب種ه تعالى استمر pine المرض 1914 اatan الله التي مرضى ?". الله تعالى سكر أنت وتعالى شخص الذي زبوятся تَوَسَ دَشَعَوْا سَ اللَّهُ سُمْحَنَوْا تَوَلَىٰهُ وَقَدَرُمْ وَاللَّهُ سُمْحَنَوْا تَوَلَىٰهُ مَتْحَنَ فَا اي انسان اي مخلوق ما يتكلم بكلمة او يقول اي قول او يعمل اي عمل إلا وقد قَضَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰهُ وَقَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ سُبْحَنَوْا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْا الله يحيط ولئك جواس ونأشتبه راتك يعني خلقك وخلق الأفعالك وأعمالك وكل كل هذه سُبْحَنَوْا سُتْتُتُتُتُتَبَ سُتْتَوَنُ وَمَا تَعْمَلُوا ومع ذلك يضل الله عز وجل كما قال جل على atoire ألم تعلم أن الله له ملك السماء والأرض يعدل من يشاء ويارحم من يشاء قال أنا أخذ معاً دولة لآيطة أخذ سوى تعرف أن أخذ ذاهب أقول هل تعرف سوى سهل Sonسان في mundان قال في الأرض يعدل من يشاء ويهدل من يشاء قال ثوى اخذ من يشاء ويقرأ جل وعلا يعدل من يشاء ويهدل من يشاء فإضلال الله عز وجل لأي إنتهى هذا إضلال بأدف وليس بظلم الله عز وجل له من المنة من قبله ومن بعده و هداية الله عز وجل لننس لنا و لكم هذه بفضل من الله عَلَى لِيسَ بِكُوَّتِنَ وَلَا بِعَادَتِنَ وَلَيْسَ بِذَكَائِنَ هذا فضل من الله عَلَى امتنا عليهم وعليكم ان تكونوا من أهل الإيمان من أهل الصلاة من أهل الصيام لَيسَ بِذَكَائِنَ وَلَا بِشَيْيٌ مِنْ قُدَرَتِنَ و هذا لا يعني أن الإنسان ليشت له قدرة و ليشت له إرادة بل له إرادة وله قدرة لا يعني أن الإنسان مجبور على العمل وله قدرة لا يعني أن الإنسان ليشت له قدرة و ليشت له قدرة يقول لهم أليف كل ميسر بتيسير إلى ما سبق من علم وقدره من شكين أو سعيد قال لهم أن الإنسان ليشت له قدرة وليشت له قدرة وليشت له قدرة و هذا معنى المقصود أن الإنسان كل إنسان له إرادة وله قدرة يستطيع أن يأخذ هذا الكأس و يشرب و يستطيع أن يذهب إلى المسجد و يصوم لا يستطيع أحد أن يمنعه و يصبح الله عز وجل جعله هذه القدرة جعله القدرة على الدخول في الإسلام أو فعل الطاعة و ترك المعصية وذلك يمكنني أن يذهب إلى المسجد عندما ي ideally وليس يمكنني أن يعتبر من هذا القدرة على القدرة على أن مضحه وهناك كل شيء مغلقا عنه لأن الله دعوه شأن يدعوه ومن behalfا بالنسبة لذلك قدمه هذه العلاق والعلاق ليسوا تتعامل إنها هي العلاق والعلاق 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 dire lingu مغلبي الله م Annie ماذا فقط ماه ماهما وهذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل هو الهلاع ليسوا عما هل يمكنك من المجل فكانت وهذا الشكل نيقوة تنية اي نيقوة مستقرات سوق верوا الله سبحانه وتعالى موتي فالإنسان له قدرة لكنه قدرت مكاييدا وقدرت الله عز وجل يه قدرة مطلقه هي التي تتحكك في قدرت المخلوقين نعم هذا يعني أنه نحن معاوة ولكنه إغرانيشنا الله سبحانه وتعالى ولكنه إغرانيشنا ويهدى معاوة يقولون بأن الإنسان يستطيع أن يفعل قدراته وأن يصنع قدراته بنفسه ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيها أي أنه متحكم في إرادته يعني كما يقول يخلق فعل نفسه لا يستطيع حتى الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون أن يتصرف فيه يقول أنا أذهب إلى أي مكان وافعل ما أشاء وأقول ما أشاء لا يكون هناك كما يقوم فيه و هذا هو مضرب القدري وهناك طائفة الثانية وهي عكس الطائفة الأولى تقول هذه الطائفة أن الإنسان مجبور على فعله مثل الريشة في الهواء يلعب بها الهواء لا تستطيع أن تتصرف ولا تتحكم في نفسها يقولون الإنسان كذلك وهو موشايا لا تستطيع الإنسان روجا مون جبريه القناة يعقل في الانسان مجبور جبريه الانسان أقل لا يسعني عرقاً الكاذي يقولون أن السيقض فيه شيئاً أيضان ذلك مجبور شبك لا يسعني عربيه الانسان أقل علي أن تتحكم في النار أكبر عن كيفية لا يسعني لكفهم أكبر يغير أن يروح يقولون أن يكون يخل بت درينك أكبر في الواقع الأولى عبر ان يتحكم في وجه قد سعتني أكبر ليست معي وضعات همه فكرة يعني إنهم ساب و ساب و إرادة ويقولون إن الإنسان في الحياة الدنيا مثل السفينة في البحر يلعب بها الموج كما تعب وكما يريد البحر لا كما تريد السفينة نعم إشتاة صحيح ايضا في الشمسة ايضا في شبه الصلاة والشبه يضع المجمع أما أهل السنة والجماعة يقولون الإنسان له قدرة له إرادة لكن ليست مطنقة كما يقول القدريين إنما هي إرادة وقدرة مقيدة وليست مجبورا على الفعل كما يقول الجبريية مجتم أهل السنة والجماعة يقولون نعم نحضر قالب العدي contradاني مجبورا للجبريية إلخ Deaf الجبريية كما يقول ا buen tren Y Says وبتالي مجبراما لغاية قد تجяжته الله سمع الله سمع الله سمع الله سمع الله سمعوا في تجاهل هذا الحكوم ما هو دلاله من القرآن سنة ما هو في هذا الحجم ما هو دولك من تجاهل الله كنت أنت بدل للشخص من النهائي ما هو دليل من أن الإنسان له Ermah مقايدي ولمان رؤية المدى سأشعرني بمعض شخص شخص كريم عن تجاهل محصول قيش في تجاهل محصول تجاهل محصول لكه inaugurه تجاهل أسنعا وكاوه تجاهل أسنعا وغمشت على محصول يقول الله سرس التكوير وَمَا تَشاءُونَ إِلَّا اَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّلْعَالَمِنِ فَأَثْبَتَ لِل مَحْلُوقِ إِشَاءَهُ وَلَكِنْ قَالَ إِنَّ إِشَاءَتَكُمْ مُقَيَّدَهْ بِإِشَاءَةِ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اِشَاءُ اللَّهُ رَبُّلْعَالَمِنِ كَذُ لَيْكُوا يُصَانِ أَيَّسَنُ سُرس التكوير ذلك، أميد يستمتَ أصبح عندما تسود إلى جيده إذا لم يكنينه ، الله سمع لأحل لأنه أمود أن تفضل وأن أمود أن يnikناه ولكنولد ماذا إذا لذلك؟ سوف تلك الح socioeوبة ، الله سمع لأحلى فعل الإسلام أمود أن يكون أن أمود أن يكون أن يكون فيه يمكنينه أن يكون فيه يمكنه أن يكون من المناقضًا لكن المناقضًا لذلك؟ جيداً معلوم تلك أمود أن تتيج ما هو البطري في أمود أن دي معه تانية آل يزبطوه نقوه تانية إطاع نقوه موجهة صغرانش النساء اللهم سبحانه وتعالى تانية يالله يسمى الله عن درجائهم طيب أنا بسألكم هل لها فهموا هذه المسألة شيخ بيتا دانسترزومي للمصار قول لها صعبة شوية يلتيش كل إلاسنا يللي لهاك ها؟ طيب أنا بسألكم سؤال ياما بيتا يسمى أحولا يزبت هل الإنسان مسير أو مخير؟ آه مسير أو مخير مسير يعني يقول نجيّر الريشة يعني مجبر يقول مجبر؟ اه نعم مجبر أو مخير يعني آه مخير رأيش يعني هو اللي يفعل كمان بيتا وصل الشيء داليا تشويك هجسد ريسلين اللي ما براوز برا آه اللي ما براوز برا هذا يقول مخير هذا يقول مخير ما براوز برا هذا يقول مخير بلاخن مقيد آه جيد من أنت من يقول مخير مخير؟ آه هذا آه هذا آه مما براوز برا قلوز برا نعم مجبر نعم نعم مما براوز برا اللي ما براوز برا نعم نعم ماذا فرما يبعث أن يحرم سويسه وإذاً أنه يستطيع البيانات ولكن يمكن أن يحرم الظبط لا أذكر جميعا يقول الله تبارك وتعالى إنه لا يذين يكفرون لأنه يتركوا يتركوا لهم في هذه الأشياء ولكن بعد ذلك يوقفون هذا يدعي حسناً خطأ نفس من يقول بأن الإنسان مخير يعني له إرادة مضحة فهذا هو مذهب القدرية ومن يقول بأن الإنسان مسير فهذا مذهب الجبرية اونا يكون يسترقل در اشخاص كما يطرع تاا اشتاء القدرية اونا يكون يسترقل در اشخاص كما يطرع اشتاء الجبرية ماذا يقول على السن الجماعة هل احضرت سهل الجماعة؟ الانسان مسيَر ومخير أهم السرب الجماعة! هيب slippers باش تقول هوا نفس الكلام السيطان Interestingly كيف يخيره؟ مخيير أي أن له قدرة ومشير أي أن قدرته ليس متلقا إنما مشيرا بقدرت الله الكامل في الآن بشكل الإجابي بعد الأن وحاولنا الهجب الأرجم يقولون أنه جميعنا بشراء في الآخران يحبون أيضا ومعننا كل الأعمال حسنًا مع الم椎 هل حسد لصحابة؟ مرحبا. الصحابة قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله أقل الأقلاء قال للصلاة الوحيدة أفضل الله عص. سلام أعلق أنت أفضل ما أفضل القول على الأمل تأثير السلام أفضل وهذا الشيء أفضل ما أفضل تأثير أفضل 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 آقل الله عص. سلام أفضل أفضل كذلك قال لها أفضل بعد البعض من المؤلف اولي المؤلف ومما يقول المؤلف رحمه الله أنه الله عز و جل لا يمكن أن أكون شيء في ملكه خارج عن إرادته بعد ذلك قال في السنة أخبره يقول لا يمكن أن يكون شيئاً بإمكانك الله وإمكانك الله وإمكانك الله لأنه يمكنك إذاً من أكثر فالقوة البشرية الآن التي يمتلكها الإنسان أو الدول مثل أمريكا أو الصيل أو اليابان أو من قنابل ووائل كل هذه القدرات والقوة لم تخرج عن إرادة الله جل وعلا وإمكانك الله وإمكانك الله لا يمكن أحد من المخلوقين أن يستغني عن الله جل وعلا لا يمكنك الله إمكانك الله الله جل وعلا هو رب العباد ورب أعمالهم الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى المقدر لحركاتهم وآجالهم 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 أي متى يموتون متى يبعثون إلى آخره وإنه يموتون إلى آخره وإنه يموتون إلى آخره وإنه يموتون إلى آخره اشتركوا في القناة